على المصطلح السوداني مع البلابسة ولا ضد دولة 56 ضد المواطن السوداني دولة 56 دولة 56 شنو المقصد من دولة 56 الحرامية ديل سرقوا السيارات سرقوا المنازل سرقوا الدهب بتاع النسوان وملصوا النسوان حتى الحلقان بتاعتهم سرقوا الشعارات كانوا يتكلموا عن دولة 56 انه في نخبة نيلية كلها هي مجموهات مرتزغة هي ما بتقاتل عشان قضية هي بتقاتل عشان المغنم بيسمون كسابة فجابوا الناس ديل كلهم ديل اشبه بالزئابة الضارية الحربي بتعمل ازاحة مجتمعية بتشيل سكان بتلغبينه في المهاجر وبتجيب مكونات اخرى في تغيير دموغرافي بيحصل هاي دي اذا احتبروا بلبساء احتبروا اي شي من حق قول هلو هدل في ناس الناس اللي بحاول يطلقوا المصطلح ده هم دين ناس عنده انتحالفات غبية نحن يا عبدالله بانسان دجج ده لعندنا انتماء سياسي دافعنا لا بيجينا اوامر لا فيزول مشترينا لا فيزول بيدينا نحن بس بمنطلق وطني فقط ونمرك من الكابوسة اللي نحن قاعدين فيه في الوقت الحالي ده في جانب الدعم السريع ممكن يكونوا متوازنين قليلا في المسألة طبعا الامان والرغبات دي كلنا عندنا انا اتمنى ان الحرج يتقف الليلة قبل البكرة العدل المساودي كانت حركة مسلحة مغاتل الحكومة ودخلت الام درمان واجتاحت ام درمان يا اخي ديل لما اندخلوا ام درمان لا سرقوا لا نهبوا ديلة كان بيشتروا الموية بيقروشوا الخلطة دي كلها ما عنده علاقة بالصقافة السودانية انه ما ممكن الناس اللي بيسرقوا والبينهابوا والبختصبوا يكونوا سودانيين زرت السودان في الايام الماضية لمستوا اشياء كثيرة في الخرطوم وفي ام درمان وفتكم زار عدد من المدن طبعا الدعودي قاتنا من السفارة السودانية في قطر الوضع العسكري والوضع الهناي استغرّجوا كده لا انه برهان مضايق دائر عاوني علام عشان كده قاعدين جابوا والناس اللي بيفبركوا الكلام السازي ده نحن قبل اربع شهور ونحن ما برهانا قد صعابين سودانيين